أورفيوس وأوريدس حكاية من التراث الإغريقي كان يا مكان في قديم الزمان بطل إغريقي وكان هذا البطل يعيش على قمة جبل يدعى جبل الأوليمب وكان هناك بطل للموسيقى يدعى أبولو وكان لأبولو ولاد يدعى أورفيوس لقد كان أورفيوس هذا مشهورا جدا بسبب عزفه الجميل على القيثارة كانت الموسيقى التي يعزفها أورفيوس على القيثارة من الرقة بحيث أنها تلين أكثر قلوب الرجال قساوة ليس قلوب الرجال بل جميع المخلوقات بما فيها الحيوان كان بمجرد ما يبدأ العزف يتجمع الجميع حوله متناسين الصراع والخصام الذي بينهم لقد كان عصف أورفيوس جميلا إلى درجة كانت فيها الأشجار والنباتات تستمع إليه وكان لأورفيوس مرأة شديدة الحسن تدعى أوريديس لقد كان أورفيوس يحبها أكثر من كل شيء وبالمقابل كانت هي تحبه فوق كل شيء أوريديس أوريديس أنا قادمة أنا قادمة يا حبيبي قادمة لقد كانا على جانب كبير من السعادة ولكن ألاس العدو اللدود كان يتربص بهما وهكذا غادرت أوريديس حبيبها أورفيوس إلى العالم السفلي أوريديس 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 حبيبتي تكلمي أوريديس يا إلهي ومنذ ذلك اليوم وأورفيوس يعزف وينشد على قثارته ألحانا شجية ملأها الحزن والألم المرير بفقدان زوجته وحبيبته أوريديس وتألم الجميع لحال أورفيوس حتى سكان جبل الأوليمب هزتهم موسيقى وألحان أورفيوس لقد كان هاتيس ملك العالم السفلي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعالج جرح أورفيوس ويشفيه لقد زاد شوق أورفيوس وحنينه لرؤية ابتسامة زوجته الحلوة ووجهها الجميل وشعرها الذهبي المسترسل فقرر الذهاب إلى العالم السفلي ولكن كيف سيصل أورفيوس إلى ذلك المكان الذي لم يصل إليه إنسان حي من قبل ولم تعرف عزيمة أورفيوس التردد فدخل الكهف آملا أن يقوده إلى هاتيس لقد كان الطريق إلى هاتيس مظلما وباردا وكان على جانبي الطريق شتى أنواع الحيوانات المخيفة لم تكن هذه المناظر تخيف أورفيوس هذه إذن هي قلعة الملك هادس بالتأكيد ولكن من كان هناك؟ إنه الوحش المخيف السيبيريوس كانت الثعابين تغطي رأس الوحش بدلا من الشعر وهاجم الوحش أورفيوس كان أورفيوس خائفا ولم يكن يعلم ما الذي يفعله وبدون أن يشعر بدأ في العسف على قثارته كانت موسيقى أورفيوس من العذوبة والرقة حيث أن قلب الوحش لانا وطاب وهكذا قابل أورفيوس هاتيس ملك العالم السفلي وزوجته لماذا قدمت إلى هنا؟ ما الذي تريده مني؟ لم يطأ هذه الأرض حي من قبل أرجوك استمع استمع للمصيبتي استمع إلى سبب مجيئي إلى هنا وهزف أورفيوس على قثارته أغنية كانت تعبيرا عن معاناته وسبب مجيئه وكان مضمون موسيقاه ما يلي أورفيوس لقد قررت أن أساعدك وأمكنك من رؤية حبيبة قلبك أوريدس تعالي يا أوريدس هيا هذه هي أوريدس ولكنها ما زالت تعرش حبيبتي أوريدس انتظر لا يمكنك أن تمسح الآن أورفيوس سوف أسمح لك بأن تقود زوجتك إلى داركم ولكن على أن تعيدني بأنك لن تلتفت إليها أو تنظر إلى وجهها أو تكلمها وذلك حتى تصل إلى بيتكما هل تعيدوني؟ شكرا لك ألف شكر أعدك لن ألتفت إليها أبدا وهكذا بدأت رحلة أورفيوس وأوريدس إلى دارهما وسارا عبر الطريق المظلم البارد وكان قلب أورفيوس يرقص طربا من شدة الفرح لقد كانت سعادة أورفيوس بعودة زوجته أوريدس كبيرة وأما شوقه إلى سماع صوتها ورؤية وجهها فلا يوصف لقد كان جل همه أن يصل إلى الدار وفجأة بدأ أورفيوس يقلق على قدم زوجته الجريح ماذا ستفعل إذا كان الألم شديدا عليها؟ بالتأكيد سوف تتوقف وتوقف أورفيوس ليستمع إلى أصوات قدميها ولكن دون جدوى ليس هناك ما يدل على أنها تتبعه ترى أين هي؟ قال أورفيوس لنفسه ربما ضلت الطريق يجب أن يتأكد من ذلك ولكن كلا يجب أن لا ينظر إلى الخلف إلا فقدها حاول أورفيوس أن يقنع نفسه بأن زوجته أوريدس تسير خلفه ولكن دون جدوى لقد ازداد قلقه عليها ولم يعد يحتمل ونظر إلى الخلف أورفيوس ومد كل من أورفيوس وأوريدس أيديهما يحاولان الالتحام ولكن دون جدوى لقد كان آلاس لهما بالمرصاد لقد فات الأوان وأعيدت أوريدس ثانية إلى العالم السفلي لم تحقد أوريدس على زوجها أورفيوس لنظره إليها وعدم انتظاره بدع لحظات حتى يصيلا الدار لأنها كانت تعلم مدى حب زوجها لها وهكذا فقد أورفيوس زوجته إلى الأبد منذ ذلك الوقت وأورفيوس يقف على قمة الجبل الأوليمب مغنيا للطيور والحيوانات منشدا حكاية أورفيوس وأوريدس وبعد أن مات أورفيوس اعتقد الإغريق القدماء بأن قثارة أورفيوس أصبحت نجما ساطعا بين نجوم السماء تذكرهم بقصة حب ووفاء الزوج لزوجته ترجمة نانسي قنقر